المطلوب مولق حالياً يرجى ترك رسالة بعد سماعة الصفية مؤيات بعتذر منك لأني حطيتك بهالموقف بس أنا ما توقعت الأمور توصل لهالدرجة بس كنتي كتير مبسوطة لو سمحت حكيني موسيقى صباح الخير فوت وسكر الباب وراك شوفي بابا اليوم الصباح سمعت كل حديثك انت وبانا ايه منيح اللي سمعت حتى تعرف انو كلامي عنه مظبوط شوف بانا لو انوصلت ألغي موضوع الدعاي بدر بابا انت شو عم تحكي؟ هي شو زنبا؟ شوف واحدة تانية انت اكيد عم تمزح صرنا اسبوعين عم نشتغل معا وندربها مشان الدعايه بعدين وققنا العقد اختك بانا اهم عندي من كل هالشغل انت عم تفهم علي؟ وما فينا انضغط عليها اكتر من هيك حالتا النفسية مو متحمل اي انهيار تاني ما بقدر اعمل هذا الشي لانو نحنا وعدنا المخلوقة وانت اللي علمتنا ما نكذب بدر؟ نحنا مضطرين نصور الاعلان ونخلصه بسرعة اكيد فيك تتفهمها واحدة تانية مضبوط فيني بس هالشي ما بيصير هيك بيكون احسن طيب بفروض انه بانا بعد يومين غيرت رأيها شو بقلها؟ بقلها رجعي مسلي؟ مين طلب نشغل جميلة مو هي؟ مو قدامك صار الحكي؟ انا بعرف هالحكي بس هلأ الوضع تغير يا ابني نحنا مضطرين نداري اختك ونتحملها شوي والبنات ادفعلك كل المبلغ واعتذر منها بس بابا؟ بدر نهيلي هذا الموضوع ما بدي تحط اختك بوضع صعب نحنا عائلة وحدة ولازم نحمي بعض وهي المواضيع ما حدا بيحل غيرك انت انا مبحث انك بتقرب مني الا اذا بدك شغلي مشان بانا وبس انتوا لاتنين ولادي وما افرق بينكم ايه نهيلي فورا هالمشكلة اذا غيرنا هالبنت فيروز كتير رح تنبسيط شفتش لون؟ طلع في عندك سبب تاني غير اختك موسيقى على اذنك لين؟ بدي يروح شوف شو بدي ساوي انا كتير بشكرك موسيقى 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 مومش تقس مع صوتك ان بالصبح بس امي مشغول بالة عليك يا غبي ولهيك حكيت معك موا قيد بعتذر منك لأني حطيتك به الموقف بس أنا ما توقعت الأمور توصل لهالدرجة بس كنت كتير مبسوطة لو سمحت حكيني مؤيد بعتذر منك لأني حطيتك به الموقف بس أنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة